أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في كلمة وجهها للقوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في التمرين المشترك أمن الخليج العربي الأول أعرب عن بالغ الاعتزاز باستضافة مملكة البحرين لهذا التمرين الخليجي بمشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وقد انطلق التمرين صباح اليوم تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم والذي يأتي ليؤكد رسالة العزم والتصميم من أجل دعم الاستقار والسلام وحماية الأمن في دول المجلس ضد مختلف التحديات الأمنية وأشار جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى أن هذا التمرين المشترك يمثل انطلاقة أمنية طموحة تساهم في توحيد وتضافر الجهود والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في ضوء الأهداف المشتركة موجها شكره وتقديره للقوات الأمنية المشاركة في التمرين وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق ويحقق التمرين أهدافه المرجوة وأشهد جلالة الملك المفدى بالجهزية العالية والمتطورة للأجهزة الأمنية في دول المجلس حيث يعكس هذا التمرين التلاحم الخليجي والإجماع على وحدة الهدف والمصير وأن هذا التواجد الأمني التدريبي لقوات الأمن في دول المجلس ولا شك يسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني عند تقديم الدعم الأمني لأي دولة من دول المجلس عند الحاجة مؤكدا دعم مملكة البحرين الكامل لهذا التواجد الأمني وتسخير كافة الإمكانيات لكل ما من شأنه حفظ الأمن في دول مجلس التعاون الشقيقة وذلك في إطار العمل المستمر من أجل مستقبل أكثر أمنا لشعوب دول المجلس وللأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر